مبارحة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شاهد جانب من فعليات الدورة التانية لمهرجان العالمين الجديدة 2024 وكمان كان فيه اعلام مهم جدا اعلن اطلاق النسخة التانية من مبادرة 100 يوم صحة واللي هتنطلق في كل محافظات مصر رئيس الوزراء عمل مؤتمر صحفي مهم حضروا عدد من الوزراء وقيادات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية المنظمة لمهرجان العالمين حقيقة المؤتمرات الصحفية اللي بيعملها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكون مؤسرة ومختلفة وفيها نوع من الشفافية والمصداقية في هذه الجلسة اللي بيكون فيها عدد من الصحفيين والرد على اسئلة المواطنين والشارع المصري بتكون اشبه بجلسة حوارية مفتوحة ودي حاجة ايجابية ومنهج جديد للحكومة فيما هو قادم بعقد جلسة اسبوعية للصحفيين والرد على الاستفسارات والاسئلة المختلفة للمواطن المصري من المسؤول الاول في الحكومة والرد على هذه الاستفسارات والاسئلة عشان كده التوجه بتاع الدولة خلال الفترة اللي جاية واحنا يمكن من كام يوم شوفنا وتابعنا المؤتمر الصحفي المهم وكان فيه جلسة نقاشات قبلها ما بين الدكتور مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء في الحكومة وعقبها على طول جلسة مع السادة الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف لي كي يعلنوا ما قامت به الدولة وما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية والنهج اللي هتشتغل عليه الدولة خلال الفترة القادمة وده اللي احنا محتاجينه خلال هذه المرحلة نحن نزود من وعي الناس نزود من وعي المواطنين عشان ما نسيبش الناس دي لكل وسائل الاعلام الأخرى المغرضة فعلا هذه الجلسة والنهج في التواصل المستمر مع الرأي العام سواء كان من خلال مؤتمر صحفي أسبوي أو لقاء شهري مع الكتاب والإعلاميين ده الهدف منه أنه بيزود من التواصل والثقة المتبادلة ما بين المواطن والحكومة وكمان بين النبض الشارع وبيد الحكومة فرصة لتوضيح الحقائق صحيح يا محمد كمان مهرجان العالمين مش مجرد حدث ترفيهي أو أحداث رياضية وثقافية وحفلات لا نحن نرى المسؤولين رئيس الدولة في العالمين واستقبال سيادته للرئيس الإماراتي لقضاء الأجازة الصيفية الخاصة به وأيضا رئيس الوزراء ومقابلته لعدد من وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين والفاعلين في الوزرات المختلفة الوزراء الذين ذهبوا إلى مدينة العالمين الجديدة وكيف تتحول هذه المدينة إلى مدينة دائمة زكية مستدامة في كل شيء سواء في التنمية المقامة على أرضها أو حتى في إقامة للسكان التي تناسب كافة الفئات على مدار العام من خلال الجامعات دور العبادة المسارح المحلات المختلفة كل ده علشان الدولة المصرية حريصة كل الحرص أن تتواصل مع المواطن بشكل أو بآخر بطريقة فيها النوع من الشفافية ومهما كانت القرارات صعبة لكن أيضا الهدف الأول هو مصلحة المواطن والتواصل بشكل مباشر معاه وده يكون نهج موجود في كافة الوزرات في الفترة القادمة لشرح كل ما هو في ذهن المواطن من استفسارات وأسئلة اشتركوا في القناة